اهلا بحضراتكم عاملين ايه كله تمام؟ شوف انا اقولك ان انا من اكتر الناس اللي بتدعم اي حاجة ممكن تبقى خارجة عن المألوف طالما انها لا تتغطى لحد الاخلاق و عمر مصطفى بالمناسبة واحد من الناس اللي طول الوقت مختلف هو قدم مزيكة مختلف قدم الوان مختلفة في المزيكة قدم توزيعات مختلفة طول الوقت عمر مصطفى مساره كان شديد اللي اختلاف واختلافات عمر مصطفى هي اللي خلته عمر مصطفى مقدرش اقول اصلا عمر ايه امتلك موهب عمر اتعدى مسألة ان احنا نوظف بانه اصلا عمر موهوب لانه عمر ان هذا اكتر من عشرين سنة بيلحب في خلويس المسألة عدت عمر ملحن وفنان كبير من ناحية ومهم من ناحية تاني وبالمناسبة اش بقولك الكلام ده مجمع لانه عمر دائم نقار في خمس تلاف حاجة اولا عمر مصطفى منوارنا ازاي بنورك حبيبي عامل ايه ومش عارفين الخلفية نا ومش عارفين نا ومش عارفين انها دائم نارو دي صح بس حتى مبارح لما كنا بنتكلم وكان معانا نادر حمدي في التليفون فقلت له لا خلاف على انه عمر فعلا عبقرينه وعمر قطيب قلب خلقه ربنا الحمد لله الحمد لله قامت الدنيا ولا قعدتش على الكلونينج او الاستنساخ بتاع صوت الست ام كلسوم وزوبعة ما بعدها زوبعة وانا مش من انصار يا الله بينا نعود ونعمل خنائته وبتاعه وكلام انا الحمد اسمع ابدأ انت الحدوتة انا حبدأ الحدوتة الحدوتة ان انا شايف ان التكنولوجيا وصلت ان هي بتدمر نفسها بنفسها قول لي دي ازاي النهاردة انت تقدر تسجل لحد صح وتقدر انت كان بيعمل فتنة رهيبة التسجيل المصرب التسجيل المصرب لمجرد التسجيل دلوقتي انت تقدر تقول ان ده سكاستنوع يبقى احنا رجعنا للزمن اللي هو ربنا خلقنا عليه مش هتصدق حاجة لغير اما تشوفها وتسمعها خلاص فانا يبقى بتدمر نفسها بستقمئ يعني الناس تقول لك انا مرعوبة انا مرعوبة لا بالعكس انت افرح ان انت لازم مفيش حاجة تصدقها لغير تتشوفها وتسمعها قدامك غير كده مشكوك في قمر ادي واحد اتنين الموسيقى تدمرت وثقافتنا بتتدمر يوم بعد يوم يوم بعد يوم مشروع اغاني التراث واحياءه ده مشروع عندي من قبل كورونا تلات سنين يقول لك عمرو مصطفى الزمن الجميل قلت طب والله لا اعمل الزمن الجميل ايه ده عايزين الزمن الجميل اقدم لك الزمن الجميل اعمله بيتعملش ليه على فكرة الزكاء البشري اقوى من الزكاء الاصطناعية ألفة مرة بس انت ازاي تاخد الزكاء الاصطناعية تسيطر بيه طبعا انا ما بشجعش حد ان هو ياخد صوت حد ويعمله ده رقم واحد لكن انا عايز اقول ان الفكرة دي اتعملت عشان الحقوق تيجي يعني ايه شرح لي عجبني ايه الاستاذ محسن جابل انا بعتبره والدي ومكتشفني يعني دعم معايا كتير كتير وكان اكتر واحد بيدفع على عمرو مصطفى يعني حد يقرب لعمرو مصطفى ده يعني يقرب لابنه حين فبالنسبالي هو كان يعني كان ممكن نرفع سماعة تلفونه ولي ولا ما تعملش كده بس انا بقبل منه اي حاجة فمقالش كده طيب المهرجانت جدت وسائدة على السوء كل ومافيش حد تعارف ساتر عليها وانا ليه حقوق ادبيه المطرب اما بيطلع يغني ما بيقولش عمرو مصطفى 二حان عمرو مصطفى اي قناة ما بتكتبش 二حان عمرو مصطفى فبالتالي استير إذا بيشوفني في الشارع يقول لي ايه دا هو انت اللي عامل ايه يعني لسا كنت مع الاستاذ السايد علي قال لي هو انت اللي عامل طوبا في قطوبا هو أنت اللي عامل ده طبعا الحق الأدبي متضمر فأول ما الأستاذ محسن قالك الحق الأدبي قلت له بس أنا رمي الطعم عشان أختبر كل الطعم جي وروحت منزل الطعم عشان أعرف أجيب حقوقي لأنني مش عارف أشتغل وأنا نفسيتي بايزة لا في تقدير فني مطربينك كلهم بيغنوا الأغاني من غير ما عاد يقول اسمك هتوقع بقى تشرح للناس أنت دلوقتي تقدر تمنع الأغنية من اليوتيوب مجرد أن أنت معاك الحق حتى مش عارف تنشرها عشان تقول ده عملك بس عمر مصطفى ملء السمع والبصر عمر مصطفى يعرف فيه جيب حقه بس فيه ألف عمر مصطفى معرفوش يجيبه حقه فأنا النهاردة بتكلم أنا عملت ليه ده طيب المطرب النهاردة لو طلع أغاني في حفلة وما قالش اسمي مش ده عيب لا مش عيب يا عمر عادي ما كلنا حفلات كتيرة والأغاني كتيرة وبتاعة طيب أنا ما أخد صوته مش عيب ليه مش ده حق أدبي قول اسمي ما أخدش صوتك مش هتقول اسمي هاخد صوتك وإنت استبحت حق الأدبي هستبيح حقك الأدبي أدي واحد مش خلاص أنت حترسي قانون أو حترسي عرف قول اسمي هقول اسمك وغير كده أنا مش بقول اسمك أنا مش هاخد صوتك أنا أكتب لك إن ده صناعي ما هو مفيش قانون أصلاً يعني حدا كيكتب كده هو دلوقتي تلعى الأستاذ حسام لطفي بيك بيقول بصمة الصوت اكتب كده على الإنترنت حالاً دلوقتي هل يوجد حقوق ملكية فكرية لبصمة الصوت في أي عدة في العالم؟ فيش الصوت هو مرتبط بالكلمة واللحنة وإحنا دلوقتي عندنا مشكلة مفيش عدل النهاردة كل يوم بيحصل المؤلف تكنولوجيا جديدة تدخل ملايين والمؤلف ماضي يعني أنا النهاردة كن باقي ألو جناية بخمسة جنيه ألاقي فجأة المطرب عمال بيغني والمنتج عمال بيحصد فلوس والمبدع صفر يبقى هنا بادمر المبدع يبقى تدمير المبدع عشان كده زمان أما كان الفن صوت الفن مع محمد عبد الوهاب وعبد الحليم وصوت القاهرة مع محمد فوزي كان فيه فن أما الموضوع بقى مستثمر خلاص انسى انسى مش موجود لأنه هو متحكم في الكونتنت بتاعك ومتحكم في عنص المبدع المبدع هيبدع مرة يعني أنا فاكر مرة كنت في بولندا كانوا جمعين كل الموسيقين العالم سنة 2009 فبقول للرجل أنا عامل حوالي ألف أغنية قال لي بقى عندك كام برايفت جيت الرجل بقى متوقع عنه إيه طبع ألف أغنية قال لي عندك كام برايفت جيت انت هناك المبدع بيعمل أغنية عاش هو وأسرته خلاص من وراء الحقوق ويلسل طب من وراء الحقوق أنا عندي أغنية يوم وراء يوم جايبة 100 مليون فيو 100 مليون فيو يعني 100 ألف دولار بس ديجتال وأنا ما تنزلتش عنا ديجتال لأنه مكانوش اخترعوه فالحق راح الحق راح وإيه والقانون بيقول لي إيه من حقك لو حصل إن بعد المصنف الفني ما عملته ولقيت وسيلة حتحصل حتجيب فلوس من حقك تروح تبطل تعاقد بتاعك من حقك ده في القانون ده في الملكال فكري فعلا أو الله ده قانون فأنا النهاردة لقيت فجأة كل شغلي بتعمل مهرجانات طب أعمل إيه ما عنديش حل حلسعك عشان تأتيلي بقى فالطعم جيب لأ زي وقت حبيبي شغلي المهرجانات تشالت لأ أقسم بالله تشالت تشالت أنا مش هايز أقول بس المهرجانات تلقيت تبع إيه وتبع مين وحاسكت يعني خلاص تشالت وانت قلت قبل كده بس ده بخين يعود أفكر انت خدت لفة بعيد عشان توصل للنقطة طبعا يعني الهدف وعشان كل من تسول له نفسه إن ياخد لحنة من عامل مصطفى يفكر ألف مرة ألف مرة ده غير أنا حبطل تنازلات حبطلها قانوني لأن أنا اتقذت في حق الأدبي حتى لو تشالت أو ما تشالتش حبطلها حبطلها لأنها باعت كمان أنا ماضي لشركة مصرية وحقوقها مصرية اتبعت لشركة تانية خارج مصر باعت الحقوق اللي بتوع المهرجانات وانا بتاخد الكوبي رايت حبطل التنازلات ولازم أخد تعويد النهارده الأغنية اللي تشالت دي عاملة 32 مليون فيو يعني 32 ألف دولار بكم الدولار النهارده أنا عايز الفلوس دي والتعويد بتاعها المركز يقول 31 بالضبط يبقى أنا أخد فلوسي وحقوق بتاعتها وحتبرع بيهم كلهم لطحية مصر أهو من خلال برنامجك وحاخدهم حتبرع بيهم لبلدي أهو أو أنت تعملها أنا متأكد من ذلك يا عميل لا حاخدهم وحبرع بيهم لبلدي من خلال برنامجك أي تعويد حيجي من الأغاني دي المهرجانات اللي اتعمرت أنا حاخدهم وبرع بيهم لبلدي بس الحقوق يترجع بتاعت أغانية طب أنا عندي شوية أسئلة يعني على سبيل المثال الحقوق والملكيات بتاعتك وحقك الأدبي وحق الأداء وما إلا ذلك في جمعيات المفروض أنك بتجيب لك الحقوق دي يا فندم زمان سسره وما إلا ذلك لا ده الأداء العلني ده ما لنش علاقة خالص بحقوق التجارية بتاعت العمل الفني ده الأداء العلني والأداء العلني ما ينفعش تتنازل عنه قانونا قانونا ما ينفعش تتنازل على أداء العلني آه طبعا حضرتك أما تروح تعمل تصريح في بيروت ممنوع أن المؤلف يتنازل عن حقوق هو عندك حدود فالنهاردة المصنفات الفنية لازم يكون فيها محامين ملكية فكرية تيجي تقول للمبدع أنت حبيبي تعال أنت بتتنازل عن إيه لأ لأ أنت عندك حدود تتنازل عنها لأن ده حضرتك الجامعية المؤلفين المحاين الدكتور ماتحة العادلة كان معاين النهاردة شوف المأساء اللي في المبدعين محتاجين كم فلوس مفيش فلوس كتير قال لي قالك طيب قل لي بقى أنا على فكرة مش عدوا في التساسيرو لأن أنا بلحن في تركيا وبلحن في أسبانيا وبلحن وعندي أغاني مترجمة كتير صحيح ملكي فبالتالي أنا بيجيلي فلوس من خارج مصر كتير من أعمالي الخارجية يعني أنا مثلا ملحن لسطولجا ملحن لمصطفى صندل ملحن يعني كتير يعني كمية كبيرة من الأغاني ولسه كانت الشهر اللي فات قبل الزلزال بشوية كنت هناك ومتصورين مع بعض ده المطربين مهمين طبعا طبعا مهمين يعني طبعا طيب هيجي سؤال تاني ألا وهو طيب وليه اللي جاءت الاستنساخ صوت أمو كلسون بالتحديد مع أنه كان ممكن يا عمر تستنسخ صوت تاني بحيث أنك تخلي الصوت التاني ده هو الطعم على حد تعبليك ومين قال أنه ده صوت أمو كلسون طب أنت النهار ده كان في عصر السيدة مو كلسون كام واحدة بتقلدها السيدة اسمها هانو السيدة المهدي وخمسين واحدة مين قالك أنا دخلت صوت مين عشان أطلع الستايل القديم ده إيه اللي يثبت عشان تقوم الهيصة دي كلها إيه اللي يثبت إن انت تحاربني في مشروع أنا ممكن ما أكملوش أصلا ويبقى هو ده ديمه عشان كل الناس اللي بتغني في الأوبرا اللي قاعدة ما بتشتغلش يبقى تلاقي منتج جديد ليهم يغنوه منت النهار ده ما بتعمل الشكل التراص الموسيقي بتاعك المحترم ده وقت الراقي وتجيب الأصوات اللي في الأوبرا عندك موجودة كل شوية تغنيلك يا حابب تغني لها غنية وطنية جديدة افرد أنا خليتهم مكلسوم تغني وطن وبالطريقة بتاعتها جبت صوت جديد يغنيه بقى عندك نجبة جديدة في وجهة نظر تقول لك إيه يعني وافتكر لك إيه دي اللي أنا نزلتها لو أنا النهار ده جبت مية فاروق تغنيها مية صوت عظيم بقت غنية جديدة تقدر تعمل بيها حفلات طبعا مش لازم الصوت المستنسخة أو مش صوتها أصلا أنا بقول في البصد اللي أنا نزلته أنا نفسي ألحن للسيدة المكلسوم ومن خمس ست سنين جيت في صباح الخير يا مصر في المبنى ده قلت نفسي ألحن للسيدة المكلسوم ومن عشر سنين قبليهم طلاعت في فيرنامج قلت نفسي ألحن للسيدة المكلسوم ليه لأنك دايمني نقل لك إيه إنتوا ملحنين فشلة المبدعين بتوع زمان الرموس بتاعة زمان فأَ ابص حضرتك في حاجة اسمها حرب ثقافية وفي حاجة اسمها حرب عسكرية وفي حاجة اسمها حرب اقتصادية صحيح سيب لي بقى الحرب الثقافية دي عشان أنا فاهمها وفاهم الألعاب بتاعتها ومن غير شرح بس اللي حيتماده حشرح طيب هقولك على وجهة النظر اللي بتتقال إنه إذا اعتبرنا خليك من الحكاية تعتبرنا اعتبرنا إن ده صوت مشابه أو الأقرب جدا إلى صوت المكلسوم فيبقى هو مين قال إن المكلسوم كانت هتبقى موافقة على إنها تغني الكلمات دي أو اللحن ده وغير بقى مكلسوم ممكن يبقى فايزة ممكن يبقى وردة ممكن يبقى فوزي ممكن يبقى عبداللهاب إحنا قلنا خلاص اسمها الزمن الجميل لغينا أسماء لغينا صور قلنا الزمن الجميل بأي صوت بقى اللحن نفسه أنا عامل اللقاء رائب هيجي في أحد القنوات يعني شارع القصة دي باستفادة يعني فإحنا قلنا خلاص اسمها الزمن الجميل التراث بتاعنا هو المشروع اسمه إيه؟ إحياء التراث إحياء التراث بس إن التخت يرجع تاني الموسيقى الشرقي ترجع تاني الموسيقى الحية ترجع تاني فأنا بعمل عكس الزكاء الاصطناعي على فكرة أنا بعمل عكس الزكاء الاصطناعي أنا برجع الموسيقى الحية تاني بدل الموسيقى البلاستيك اللي أنت بتسمعها أنت النهاردة سامع الصوت بس بلاستيك بس تحتية موسيقى حية هتستبدل الصوت البلاستيك ده بعد ما التجربة تنجح بصوت بشري زي ماي فاروق زي ريهام عبد الحكيم زي ريحام بطاوع أصوات جمدة جدا مفيش منتج لها لأن المتحكم في الصناعة قفلها لك بقول لأ اوعى عمر مصطفى عايز الأصوات دي يعني الأصوات اللي خارجة من دار الأوبرا والأناط اللحنية دي ده سؤال مهم خصوصا أنه عمر انت عارف غربي جدا بقولك بلحم في أوروبة كلها أنا بقولك أنت مدرسة وطريقة وأصبحت الناس بتمشي وراء السكة بتاعتك فأنت دلوقتي جاي بتقول إيه لا ده أنا هرجع بقى للأصالة والتراث بالضبط لأنهم حاولوا يستنسخوني فأنا هروح أعمل حاجة جديدة عايزة نفس الناس الكبيرة بتاعت زمان طب تعالي ناخد فاصل في السياح ونكمل الكلام استنون طيب كل الترحيب بالفنان النجم عمر مصطفى حبيب وهرجع مرة تانية عمر اللي انت بتقوله ده مدهش يعني يدعو للاندهاش بجد يعني أنه زي ما كنا بنقول آه عمر المدرسة بتاعته غربي جدا بيلحن في أوروبا عمل مدرسة معينة وطريقة معينة أصبح فيه ملحنين بعد كده بدقوا يمشوا عليها فجايب بتقولي دلوقتي لأ أنا عايز أشتغل تراص وعايز أرجع على يعني هتشتغل بقى مقامات مش عارف حجازه كل المقامات أنا على فكرة أي مقام على فكرة أنا لا ما عرفش مقامات أنا لا أعملو غير ودني من وانا أول وانا لحنتها ما ودني أسمع أي حاجة موهبة عندي ربنا سبحانه وتعالى أسمع أي مقام هعملهولك فورا في ساعتها بجملة لحنية بتاعت وعصره والأصوات اللي انت قلت عليها مي فاروق وزملائها من الناس اللي بتغني في فرق الأوبرا ودي أصوات مهولة وحظوهم وحش أغنية من غير ليه نزلت بصوت الأستاذ محمد عبدالوهاب طبعا ونزلت بصوت الأستاذ هاني شاكر طبعا ونزلت بصوت الأستاذ طهر مصطفى زمان صح يبقى النهاردة الأغنية دي هتنزل والناس تسمع الأصوات وتنشر الفن ده النهاردة في صوت منهم ممكن يأثر في الناس كلها مسك تقيت وشوية وامسك خط تاني شوية وامسك خط تالت شوية أسيطر تعالا بقى نشوف الحوق بتاعت أغاني عبدالحليم والحوق بتاعت أغاني المكلسون والورس والحوق بتاعت كل المطربين دول شوف الورسة دولة هتعملين إزاي كلهم جماعة جماعة الورسة بتاعت الناس دي هتشوفوا مأساة في مأساة في مأساة إن المبدع يتم هدمه مقصود اللي صالح مين تدمير الثقافة وأنت حضرتك دلوقتي هم كانوا بيعيرونا بإيه مش كانوا بيعيرونا بالعشوائيات وبيعيرونا بالتوكتوك وبيعيرونا بكذا وبيعيرونا بكذا صح؟ خلصنا عالكلام ده ما أنت خلصت عالكلام ده بس مش قادر تخلص لسه على الثقافة أنت عمال بتديها للناس ما أنت ما حترتقي بالناس حترتقي بالشعب كله حتعمل لهم حاجة في البلد حيحظوا عليها مش في حاجة تصحقني أنت اللي فهم ده يعني مش حيجوا عند القطر ويروحوا مشغبطين عليه ما أنت بترتقي بيهم مش حيجوا عند البتاع يروحوا ببوازينه مش حيجوا عند عمود يروحوا سرقينه لا عبترتقي كل ما ارتقت بالموسيقى وبالفن وبالوعي كل ما أنت ارتقت بالشعب كل ما بقى عندك انتاج لكن الناس فاكرة أن الموسيقى دي عادي لا 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 دي حرب ثقافية شوف دلوقتي أوكرانيا وروسيا الحرب الثقافية بتاعت الأوبرا عندهم وما دخلوش للأوركستر يعني لو أنت متابع يعني القصة دي فبس لأ أنت عندك حرب ثقافية رهيبة لأ ومشكلة بقى أن أنا أن أنا يتسكت علي يتسكت عليها يعني يتخذ لحنة من عمرو مصطفى ويتعامل مع راجنات وفاكريين أن عمرو مصطفى هيسكت بقى لي ثلاث سنين مش عارف أجيبها إزاي مش عارف أنت حطيت إيدك على اللي بيعمل كده طبعا طبعا وحستنى التفاوض في أن أنا حاجتي ما اتقربش مني وأنا قادر أن أنا أقود جيل كامل أعمل بيه شغلك بيه وعلى فكرة فيه ملوحنين شطرين جدا في مصر كلهم شطرين ورحت للسيدة جهان من ورسة السيدة المكالسوم ولو نزلت الأغنية بالصوت التراث ده طبعا الأستاذ ياسر قنطوش المحامي الخاص بيها اتكلمته وروحت له وقالت له إحنا قرينا أنها مستاقة وأنها تتقدم ببلاغات رحت طبعا كلمتهم وكان لازم أن أنا أكلمهم وكان نفسي أنها تكون موجودة معنا فكلمتهم ولو نزلت الأغنية بالصوت ده لأن أنا حاخد رأي الجمهور في حاجات كتيرة الفترة الجاية لو نزلت بالصوت ده كل الحقوق للصوت ده الصناعي حتروح للورسة بالصوت الصناعي اللي عملته التكنولوجيا حيروح للورسة كلهم والصوت اللي حتغني بيه مطربين الأوبرا ده حيكون بقى انتاج أنا وإنت مشتعد تخد المغامرة دي عم أيوة طبعا المغامرة اللي هرب منها تقريبا كل المنتجين أنا ماليش مصلحة غير فني وإثبات نفسي إن أنا أقدر أعمل الموسيقى اللي كانت بتتعامل زمان عشان أكسر قصة إيه ايه وعتقرب ايه وعتقرب لا هقرب ده فن انت بتكسر إبداعي انت عارف في أوروبا بيشيروا الأعمال الفنية من اليوتيوب إزاي دي كانت قضية شهيرة جدا قالك إيه لو انت خدت صورة وحطتها كوبي قضية انت استنسخت يعني انت خدت يعني انت خدت الصورة وعزي ما هي عارف لو حورت في الصورة كده شوية وتعبت فيها شوية وعملت لها إيديت وبتاعه بشكل جديد بقى عمل جديد خالص خالص لو عكست زوية الصورة مش عارف يعمل لك حاجة عمل جديد ومبتكر لأنك تعبت فيه فالنهارده انت ما تدخل صوت وتبتدي تدخل الصوت ده تدخل معه صوت تاني وبعد كده صوت ثالث عشان تاخد مبرة معينة يعني بتشتغل على الصوت عشان توصل لأقرب صوت فانت شجال عليه انت باخدتش صوت وعملته فقصة كبيرة يعني انت الفكرة دي جات لك منين ان انا هاخد بصمة صوت وعمل عليها استنساة اخد اربع بصمات صوت مش بصمة واحدة يعني دول اربع اصوات اربع اصوات لو انا ذكرت البقى هلاقي بقى مصيبة بقى يعني انا هتلاقي الدول يا كلها يعني مش بس الست لكن فيه ثلاثة تانية فيه خمس اصوات فيهم والصوت اللي احنا سمعناه ده ده المزيج بتاع الاربع بصمات بالزبط فيطلع لك حاجة قديمة زي اللي بكتب سبع لان زمان كلهم بيصغنوا كده التون ده الزنة دي فاستغربت من الهجوم ده المنظم المرتب فجأة تلاقي كل الصحافة كتبة فيه فيه انا راجل عايز ابدع في حاجة فيه فكرة الاربع بصمات ومسجهم علشان اطلع شيء ما جات لك ازاي اقول لك جاتلي ازاي الوحي ينزل امتا الفكرة ايوا الفكرة جات ان انت مش انا عامل الفكرة اللي هي بتاعت التراث دي من اربع سنين زي ما قلت لك لقبل كورونا ولجاني مرمية عندي حوالي كم اغنية؟ حوالي 16 اغنية 16 اغنية 16 اغنية 16 غن 16 غن وبقى اللي تلي اللي كأن الله يرحمه طبعا اللي بعيزه جدا وبحبه جدا يعني وكان قضوتي الاستاذ سيد مكاوي الله يرحمه اه الله يرحمه يا رب قالك مشوار مشينا الطريقة بتاعت التلحين بتاعته اه الطريقة بتاعت الغنى بتاعته وعملت شوية حاجات كده كتير وسبتها سبتها موجودة لغاية اما جات الفكرة دي قلت تم اجرب تاك 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 روحت منزل وانا بجرب يعني انا عملت وانا يعني انا بجرب خلاص خدت الحت الصغيرة بتاعت وافتكرلك ايه دي وروحت منزلها بس عايتها بس لقيت الدنيا قامت ما عادتش اي حد سمع التيزر ده اتخض انا واحد من الناس عملت كده روحت ليه بقى لانه قبلها بيومين حد كان منزل حاجة على تيك توك بصوت عبد الحليم وقالوا ان ده استنسخ عبد الحليم بس بعيد خالص بعيد تماما وحش بصراحة يعني استنسخ سيء فحتى انا قعدت كده مع نفسي مجرد تفكير قلت يا جماعة موضوع الكلوننج بتاع الارتفيشل انتاليرنس ده لسه قدامه شوية قدامه بس هيوصل وكلام من ده لما انا سمعت التيزر اللي انت عامله واللي انت ما قلتش فيه دي امه كلسوم انت قلت انا نفسي انت ما قلتش دي امه كلسوم وبالتالي انا بظل بفاكرة بعمل صوت عالي هو محدش هيقدر يقول لك تيهة التلاتة كاملة انت ما قلتش ان دي امه كلسوم بالمناسبة فانا سكدت كده عملت كده ايوه ناس كتير فيه ناس كتابتلي وامر عمل ايه فيه ناس كتابتلي انا مرعوبة ما انت تترعبوش يا جماعة يا جماعة دي فكرة حتطلع اجيال جديدة وموسيقيين كتير حيشتغلوا هيبقى عندك موسيقيين كلهم انت عندك المعهد الموسيقى وكل التربية موسيقيية بتطلع كل سنة موسيقيين كتير بتوديهم فين بيجي لهم احباط الشباب عندهم احباط تخيل بقى اما يكون عندك ماتيريال جديد وكونتنت جديد من الشكل الموسيقي ده طب انت ممكن تعمل للشكل ده برسونا يا عمري يعني تعمل بصمات كتير واتدخلها بشكل معين بحيث ان يخرج لي منتج تسميه يعني يبقى مثلا ايه ده صوت هنسميه هيسم مدلة حصل مدلة حصل ان احنا عملنا ان احنا هنسميه كذا فعلا اه طبعا وعملنا صورة برضو بالشكل ده لا اه والله شخصية افتراضية شخصية افتراضية ما خلاص منت منت ادم بتتحارب كده شخصية افتراضية بس على فكرة صوت البشرة حينزل عمر انت موزي الله العزبير انا ما خرف انت مجي من افكار دي من ايه ما احنا عملنا شخصية افتراضية لك البلاستيك ومش بلاستيك لأ انت ممكن تقدر تخليه في احساس على حسب اللي بيغني احساسه ايه فانت بتاخد احساس اللي بيغني طب في اغنية اسمها الصبر جميل لبنت بتغني صوتها رائع اسمها ماها عاجل صوت عبقري على فكرة اغنتها عاملة 15 مليون من قوتها خدوه صوتها حطوه على صوت مطربات موجودين تمام البنت اللي اغنية بتاعتها تشعرت اكتر يا باختاه خير وبرك يبقى انا النهاردة يوم ما استنسخ ده ده انا ممكن اشغل الكتالوج كله بتاع بكلسوم تاني ده حيفيدك مش حيدرك ان الشباب اللي موجودة دي تسمع حاجة جديدة ترجع تاني لتراصها في ناس ما بتروحش الافرح دلوقتي من كتر ما بتسمع ازعاج الهوس اه طبعا يعني انا اعرف اصدقاء لا يقولي لا انا مش قادر روح الفرح اسمع مهرجان مش قادر مش قادر ده من سلاتين تلاتة اصر انتشار المهرجانات يعني ما هو اصر لان كان عندك كونتنت في مكتبة كبيرة جدا لملحنين اتسمح للبناء ادمين دول يخشوا على المكتبة دي ياخدوا اللي هم عايزينه من المبدعين دول ويعودوا صناعتها تاني فالحاسيب ما بيراقبش عليهم يعني ما فيش حد يقولهم لا عيب فلو تعلق لو واحد بس فيهم كانت حبس ما كانش حصل الظاهرة دي واحد واحد طب وليه جهات انتجاه مصرية تسمح بدا او تشارك في ده ليه انا مش هتدخل بقى في ده انا حسكت انا عايز دلوقتي كل اللي عمله ان انا افكر في نفسي المشروع 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 بتاعي بس والبومي طبعا واغنية وحاجاتي والبوم اخبره ايه صحيح؟ البوم جامد اوي والله جامد اوي يا سلام انا كنا استفدت انا عايز اقولك البوم جامد اماشي جامد اوي لا انا عايز اقولك ان كل الكومنتات في الالبوم اين الاعلام من هذا الالبوم؟ والله العظيم كم غنوة؟ انا سمعت حتة 8 بص اولا انا سيبوه يفكر في زمان انت عارف جابة قد ايه يعني جابة انت شرق ايه إيه لانا انت عارف جابة انت شرق ايه اهو انت عارف اه طبعا طيب وبعد كده عملنا الاغنية بتاعة رقصة اللي طلعت في رمضان وما اغنيناها عاملة خمسة مليون فيو وبعد كده وقولك ده ما هو فين عشان هو قل شوية و اغنية ارقصولو غنولو طبلو دون يا سامير غانم كانت ترند رقم واحد انا اول يوم العيد كان ليا اربع اغاني الحاني ترند والثلاث اغاني من الابومي اللي هو النص الالبوم الجديد ترند يعني سبع اغاني مين اللي بكتبت كلمات معاك عندي مصطفى مصطفى ناصر وايمن بحجة امر اللي كتب ارقصولو ايمن طبعا ايمن حبيب هلبي طبعا عشرة العمر عشرة العمر يوه يوه مجنون يا عائل حبيب انا اتشرفت بك النهاردة يا رب بس الناس تكون فهمت بص انت نورت حقيقي وشرفت انا ايمن حتى اقول زي ما كنت بقول على الهوى كده المسألة لست فيها مجمالة على الاطلاق احنا بنتنقر 24 ساعة لو حصل ما بيننا مكالمة لو تقابلنا لو مش عارف ايه حاجات زي كده وعايز اشكر دكتور متحة العدل بصراحة دكتور متحة العدل لا انا عايز اشكره على دعمه وعايز اشكره على وقوفه النهاردة معايا والنهاردة قال لي كل الدعم ليك دكتور متحة العدل دي لدي موقف معايا كتير جدا بجد يعني بشوف افعال حقيقي لا انا بشوف افعال ما بشوفش اقوال قالنا انا جايلك لقيته جنبي لا بجد طب بالمناسبة عشان انا ما سألتش هل في اي حاجة مع النقابة ولا مفيش ده حبيبي ده وعمر ما يكون معايا حد حاجة مصطفى كامل ده هو مصطفى جدعة اه واخوية يعني وصاحب صاحبه وراجل وراجل ودغري هو لو بيفهم مني القصص كمان اي حد عيفهم مني القصص هيسكت فبس مش عايز اتكلم انا كنت عايزك تتكلم واكتر ماشي على كل انا اشكرك مرة كمان نورت وشرفت وعجبني قوي مسألة مشروع احياء التراث وانك انت مستعد كمان تشتغل على إنتاج للأصوات اللي تكلمنا عليها من الفرق المختلفة بتاع الدار الأوبرا لو عملت كده عمر انت هتضيف لسجلك سجلات يا رب ربنا يقدر حقيقي يعني فهتبقى رجعتنا على رأيك هنغني هنغني أغاني جديدة لأن كله حابس الأغاني دي اوعى تقرب اوعى اوعى مش هتنجح اوعى لا الرموز الله ايه ده لا في حاجة غلط هو لازم يحصل لأنه ما ينفعش نبدل وقفين عند مرحلة معينة ونقطة وما نتحركش القدام لازم يحصل تحرك بالضبط الدهو قدود ان شاء الله حبيبي كل الشكر اللي حقيقة هو رائع مذهل دائما فنان كبير جدا نجم مما لا شك فيه متقلق كما جرت العادة يثير الجدل أحيانا بس إفها موجة نظره مش هتخسر أي شيء على الإطلاق الهجوم عليه مش بالضرورة يكون لي معنى والبنسبة الهجوم الكتير مش بالضرورة يكون موجدي برضو نصيحة يعني عامر مصطفى ما بيخسرش معارك الله العظيم غريب ربنا بيحبه خلصت الحلقة لحد كده ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي و لو كلمنا العمر بإذن الله نكون موجودين معاكم نيمو السابت وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة